والآن مع محمد فتح الله كماتشو اللي تكلمنا عنه قبل كده لما الزمالك واجه المحلة كماتشو لعيب مدافع أول سكول هو مش بيبلد راب ومش بيلعب بالكورة بشكل جيد بس هو مدافع أول سكول سلمه المهاجم حيكرهه في عشرة سيء جدا من وجهة نظر المهاجم يعني على مستوى الالتحامات على مستوى الكورات العالية على مستوى البلوك هتلاقي رقم كبير جدا في البلوك مجرد بلوك أنه يفتوقع التسديل فين ويعمل عليها بلوك مدافع أول سكول على بو على بو محمد فتح الله هو تاني أكتر لعب فاوزا بالالتحامات الهوائية بعشرين الالتحام وتالت أكتر لعب استخلص الكرة بمتين تسعة وتلاثين استخلاص إحصائيات محمد فتح الله بتقول أنه لعب سبعتاشر مباراة استخلص الكرة بمتين ستة وخمسين فاس بالالتحامات الهوائية عشرين أنقص خمسة وعشرين فرصة بص بقى الرقم ده عمل عشرين بلوك افتكر الرقم ده كويس افتكره كويس عشرين بلوك عشان الرقم ده وإنت تفرج على الأطوات هتفهم الفكرة منه عشرين بلوك محمد فتح الله عشرين بلوك ثلاث محاولات على المرمى منهم محاولة واحدة صحيحة وصنع ثلاث فرص هو بالكرة مش أفضل مدافع لكن هو كمدافع هو مدافع صعب جدا على أي مهاجم زي ما هنشوف دلوقتي محمد فتح الله كما تشوف محمد فتح الله كما تشوف في وضعية الدفاع هو لا يطلع الكرة دي بالهد من أمام المهاجم محمد فتح الله هنا سلموا المهاجم زي ما قلت لك سلموا المهاجم حيكره في عشته صعب جدا لما بيلزق للمهاجم ويكون قريب منه تغطية رائعة هنا بالتغطية رائعة من محمد فتح الله هنا بقى فكرة البلوك اللي قلت لك عليها البلوك دايما وبيكمل على الكرة في مبارات الأهلي هتشوف فكرة البلوك دي مستمرة هنا هستلم أشرف بن شري هحاول يرقصه ويشوت هيرتد وياخد الكرة من قدامه بالبلوك بيقطع الكرة وكان فيه لقطة كمان لمحمد فتح الله في داخل التمنتاشر من تسديدة لإمام عشور مدافع أولد سكول كما أنزل يدايق جدا المهاجم الكحم معاه في كل لحظة رخم مش هيريحك لو هو اللي بيلعب عليك فأنت يومك صعب مش بس على مستوى التسجيل بل على مستوى اللعب أصلا في المبارات مدافع أولد سكول على بوه محمد فتح الله لك أنا عن محمد فتح اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة